بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول في أواخر صورة الإصراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء عظيما نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى إذا أصاب الإنسان الهم أو الغم أو الحزن فليقل هذا الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي هكذا دعا حبيبنا الشفيع صلى الله عليه وسلم بأسماء الله الحسنى انظروا إلى هذا الدعاء الجامع الشامل لكل وجوه الخير أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الله سمى نفسه الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس إلى قوله الرشيد الصبور أو أنزلته في كتابك الأسماء التوقفية التي وردت في القرآن الكريم عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها ثلاثة أسماء الله والرحمن والرحيم عندما تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أسماء لله جل وعلا فيها من الجلال ما فيها وفيها من الكمال ما فيها وفيها من العظمة ما فيها لما تقرأ في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه وكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقٍ سِوَاهِ نَتَقَرَّبُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَنَدْعُوا اللَّهَ بِأَسْمَاءِهِ الْحُسْنَةِ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك اسم الله الأعظم يطلع الله عليه من شاء من عباده من أنبيائه من رسله من ملائكته من عباده الأولياء والصالحين أو استأثرت به في علم الغيب عندك هناك أسماء لم نطلع عليها لا يعلم هذه الأسماء إلا الله لذلك كان مشيخنا من الصالحين ومن علماء الأزهر الشريف يسألون الله بأسمائه ويناجون الله جل وعلا بكلامه ويتملقون إليه بإنعامه فكان شيخنا الخطيب رحمه الله يقول يا الله يا نور يا حق يا مبين أحيي قلبي بنورك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وكان أحد الصالحين يناجي ربه ويقول يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف وكان بعضهم يقول يا لطيف يا عليم يا خبير يناجي الله بأسمائه الجلالية والجمالية يا لطيف يا عليم يا خبير يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها يا ألطف بنا لطفا يليق بكرمك في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين يا الله أدعو الله بأسمائه وتوسلوا إليه بصفاته فالله يجيب من دعاه ولا يرد عبدا رجاه نسأل الله جل وعلا أيطلعنا وإياكم على أسرار الأسماء وحقائق التقديس والثناء اللهم آمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته